في الفيديو ده فرقه على فيديو كان معمول لفالح بيعمل كانت انه يمشي باستخدام يقدر يحافظ على مسافة بينه وبين الحيطة ما يخبطش فيها وفي نفس الوقت يمشي موازليها. الفيديو بيبين هنا في جزء الشمال اه عندنا الانترفيس بتاع العربية. اه الانترفيس في بندوس على في خريطة خريطة بتبين للعربية وهي ماشية. كمان بتاعها. على الجانب اليمين فوق اه دي الصورة اللي بتنقطها الكاميرا اللي متركبة على العربية. اه وهي ماشية. وبتنقلها للجراوند ستيشن. اه اخيرا الجزء اليمين تحت ده عبارة عن تصوير للعربية وهي ماشية من بعيد في المساحة اللي كنا بنعمل فيها اه الاكسبرمت. اه الاكسبرمت دي تعتبر بسيطة جدا. الكنترولر كان فيري اه بريميتيف كنترولر عبارة عن بانك بانك كنترولر. اه اه وكل السوفتوير سواء بتاع او بتاع العربية معمول بالبيثون. اه والسوفتوير طبعا بتاع المايكرو كنترولر اه معمول بالسي بلس بلس. اه الاداتا بتتنقل ما بين الجراوند ستيشن وما بين العربية من خلال اه اه راوتر. الراوتر ده اكشولي كان اه التليفون. اه ما عامل عليه هوت سبوت. اه اه دخلين عليه. اه المهم ان اه الفكرة ان العربية دي اه اللي هي مسح اه حجمها حوالي اه عشرين سنتي في تلاتين سنتي. اه العربية دي اه بسيطة. اه اه بتعمل اه مش بطالة. لسه فيه كتير طبعا. لكن اه ما عندينا مشكلة دلوقتي ان احنا نعمل عربية تتحرك. الفرق طبعا ان دي او فالح اللي هما قدامنا ده مقدرش يمشي على اه ارض غير مستوي. محتاج ارض تكون الى حد كبير اه مستوية زي الارض اللي شفنا مشى عليها دي مسلا يمكن مش مستوية مية في المية بس في الاخر هي اسمنت. اه والاسمنت يعتبر اه ارض نعمة بالنسبة اه للعربية. اه فيعني قدينا كده اتعرفنا على الفكرة بشكل عام. اه شفنا بتاعة الكارنت اه بروتوتيب. اه وهيبقى فاضل بقى ان احنا نتكلف تفاصيل اكتر على بتاعة الديفلوبمنت ان شاء الله. وآآ ارجو ان البروجيكت على بعضه يكون اه محل الاعجاب. اه شكرا.